المشاهدون الأفاضل أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الأرض والتي نتطرق من خلالها إلى الفلاحة المنزلية وإسهامها في رفع قدرات المرأة وتعزيز الاقتصاد الزراعي أهلا ومرحبا بكم اشتركوا في القناة وكان للمرأة الريفية النصيب الوافر من الزراعة عبر الفلاحة المنزلية فنشأت مبادرات عامة وخاصة اعتنت برفع قدرات المرأة وتحويل الأسر إلى خلية منتجة فكانت المشاريع الانتاجية في المجال الزراعي والتي استفادت منها الأسر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات بل ورفض الأسواق بالمنتجات الزراعية ومن خلف هذا العمل إدارات وأقسام تعهدت ببسط البرامج التنموية للمرأة الريفية بغية تحقيق المنفعة الاجتماعية والاقتصادية وهدفت مشروعات الانتاج الحيواني من لحوم وألبان وانتاج الدواج إلى سد الفجوة في هذه السلع وتشير متابعات إلى أن العديد من الأسر جنت أرباحا طائلة من المشروعات مما جعل أمر انتشارها حتميا لاستقرار المجتمعات والأسر وتأمين الغذاء وتوطين الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات ومضاعفة الدخل إذن الزراعة المنزلية نافذة اقتصادية مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوسيع مظلة العمل الحر الإدارة العامة لتنمية المرأة هي إحدى إدارات قطاع نغل التغانة والإرشاد هي إحدى أربع إدارات رئيسية في قطاع نغل التغانة والإرشاد اللي هي الإدارات الإدارة العامة للإشراف الحغلي الإدارة العامة للإعلام التنموي الإدارة العامة للتغانة والمعلومات الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية الهدف من إدارة تنمية المرأة الريفية اللي هي تنمية وتطوير وتمكين المرأة الريفية لتصبح امرأة منتجة مدبرة لغذاء من داخل منزلة عبر عدة برامج عندنا داخل الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية أكسام فيه قسم الأسر المنتجة اللي هو فيه قسمين قسم الزراعة المنزلية وقسم الإنتاج الحيواني فيه برضو قسم إدارة رفع قدرات المرأة الريفية اللي هو فيه قسمين قسم التصنيع القذائي وقسم مدارس النساء الريفيات قسم مدارس النساء الريفيات اللي هو منهج بيدرس لمدة ثلاثة شهور بندرب المرأة ونمكنها إنها تصبح امرأة منتجة ومدبرة وفيه عدة مواد اللي هو الغذاء والتغذية والتصنيع الغذائي الإنتاج الحيواني الزراعة المنزلية حتى الجانب الروحي بندرب المرأة عليه اللي هو فقها المرأة المسلمة فيه برامج عن التمويل الأسقر إنه المرأة كيف تصبح تدير مشاريع الصغيرة التصنيع الغذائي فيه دورات تدريبية بتدرب للمرأة اللي هو عندنا مرشدات على مستوى المحليات السبعة بندرب مرشداتنا ديل بنجيبهم في الوزارة عندنا معمل بتصنيع قذائي في الوزارة اللي هو بندربهم تدريب تي أو تي تدريب مدربين لكي يمشوا في محلياتهم كله مرشد على مستوى محلياته تدريب النساء في المنطقة حقتها عندنا برنامج الإنتاج الحيواني اللي هو عندنا يعني فيه عدة برامج حاليا شغالين في برنامج الطيور الداجنة عندنا مشروع بنوزعه على مستوى المحليات الولاية المختلفة تمكين المرأة يعني ذات الدخلة المحدود أكفاص ضواجن ودجاج وعلف وأكالات وشرابات في مجال الزراعة المنزلية عندنا بنوزع بزور الخضروات للأسر الفغيرة عندنا خمسمائة أسرة في كل محلية مستهدفنا عندنا مرشدات على مستوى المحليات نحن بنوزع البزور دي لمرشداتنا في المحلية المعينة هم بدورهم بيجيبوا الأسر وبيكون الأسرة ورغم التلفون والعنوان والمنطقة بيوزع بزور الخضروات يعني عندنا الخضروات الورغية الرجلة والجرجير والشمار وعندنا الخضر بتاعت البامية والعجور القرعيات العجور والقرع كل المحاصيل دي نحن بنوزع لهم بزور وهم بيزرعوا زراعة نظيفة في بيوتهم خالية من الأسمدة والكيمويات والمبيدات فيه إقبال كبير جدا من الأسر يعني كل الأسر يعني هي رغبة في شغل الزراعة المنزلية وبتتمنى إنها تلقى بزور نظيفة وتزرع زراعة منزلية نظيفة في الحيشان حتى الناس اللي ما عندهم حيشان يعني عندهم الرغبة يزرعوا في الأصص وبنجد إنه الزراعة المنزلية ذاتها بتقلل التكاليف يعني بتتمزق فاتورة الشراء بتاعت الخضروات الأصبحت مكلفة جدا يعني اللي هو معروفة للاقتصاد الزراعي هو علم بيهتم بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدينا وإننا نستغل الاستغلال الأمثل بأجل التكاليف والتحقق لنا مردود وإنتاج عالي فالزراعة المنزلية بنجدها إنها نحن عندنا الموارد متاحة متوفرة الأرض متوفرة الموية متوفرة التقاوي متوفرة دي كلها مدخلات إنتاج متوفرة يعني التقاوي الوزارة بتوفرة للأسر المنتجة الأرض متاحة عندهم في البيوت حقتهم يعني أنا مساحة مترين في متر أنا ممكن أستغلها وتديني إنتاج عالي من أي خضار الموية متوفرة الدعم الفني متوفر عندنا نحن ندعم الأسر دي بدعم فني من المرشدات يعني بتدريب عملي نعمل لهم حغول إضاحية داخل المنازل حغلة نموزية ندربهم على طريق الزراعة من البداية يحدي مرحلة الحصاد ويعني التدريب بيكون كافي وفي المتابعة عندنا فولو أب متابعة للمشاريع دي بنعمل زيارات ميدانية كل فترة بنشوف المحصول ماشي كيف الانتاج يحدي مرحلة الحصاد فدي كل الموارد متاحة وما في تكاليف يعني هنا ما في أي تكلفة يعني المرأة في المنزل ما ما بتدفع حاجة يعني مقابل الإنتاج بالتالي بتحقق مردود يعني هنا نحن بنكون حققنا أعلى إنتاج وأعلى مردود اقتصادي بأقل تكلفة ما في التكلفة تسكر بالزراعة المنزلية يعني بتحقق أفتكر إنها بساهم في الدخل الأسري وبساهم في الاقتصاد الزراعي رقبتنا في البداية تحقيق الاكتفاء الزاتي للأسرة وبعد ذاك إنه الأسرة زاتة تقدر تنتج وتبيع الفائد من المنتج وعندنا نمازج كثيرة يعني أسر أنتجت وباعت الفائد من الإنتاج حقها وساهمت في الدخل الأسري إدارة رفع الغدرات هي إحدى إدارات تنمية المرأة الريفية ومختصة بتنمية وتطوير المجتمع الريفي التي تحتبر المرأة أحد عناصره إدارة رفع الغدرات عبارة عن دورات تدريبية طويلة مدة ثلاثة شهور ودورات تدريبية غصيرة مدة تتراوح من أسبوع لعشر أيام الدورات الطويلة وهي مدة ثلاثة شهور دي دورات في جميع ولاية الخرطوم وهي في المحليات السبعة وتسمى بمدارس النساء الريفيات دي بزود المرأة الريفية بالمعرفة العلمية والعملية وصغر مهارة اليدوية في مجال التصنيع الغذائي ومجال الغذاء والتغذية ومجال الدروس الروحية ومجال الزراعة بشقيها ومجال التمويل الأصغر دي عبارة عن منهج تدريبي غير مدرسي بمعنى أنه ما إجلاس وأستاذ أطالب ممكن يكون فيه خلوة ممكن يكون فيه مدرسة ممكن يكون تحت الشجرة المهم حسب طبيعة المنطقة الريفية أن نحن بنخج عليها دي بتاخد فترة بتاعة ثلاثة شهور بعد الدارسة بتكون صغلت المهارة بتاعتها ونحن الهدف من الحتة دي إنه المرأة الريفية تأسس لمشروع منتج يعني ما تكون عالة على زوجها ولا على أهل بيتها يعني الحياة تشاركية الإدارة الثانية أو القسم الثاني اللي هو قسم التصنيع الغذائي المنزل دي عبارة عن دورات متخصصة تمويلة وزارة الزراعة بنزويدة بمختص في المجال اللي هو إما دورة تصنيع العون أو دورة تصنيع البان أو دورة تصنيع مركزات اللي هي العصائر والمربيات أو دورة التشفيف اللي هي مجالات التصنيع المختلفة والناس اللي نحن بندربهم أو الطارقة جروب بتاعنا بيكون المرشدات تنمية المرأة في محليات الولاية السبعة أو غياضيات تنمية المرأة والغياضيات اللي بناخدهم في أثناء تدريبنا الدورة التدريبية الطويلة بيصهر لنا ميول بعض النساء يعني بتكون في رغبة من بعض النساء لتصنيع معين بنقوم بناخدهم بندربهم بنربطهم بمؤسسات التمويلة الأصغر بعد ذاك حسب المشروع بتاعها بتنتمول وتشتغل وتكون وكفت على حالة مشروع الريضة المضافة للمنتجات الزراعية واحد من البشاريع عن ممولة بواسطة الجايكا الوكالة الدولية للعون الياباني وهذا المشروع يهدف إلى إدخال تغنية التشفيف الخضروات والفاكهة عن طريقة المجففات الكهربائية حقيقة يعمل المشروع في ولايتين نهر النيل وولاية الخرطوم والهدف أنه نربط المنتجين خاصة صغار المنتجين عبر جمعياتهم أو تنظيماتهم المختلفة بالتسويق وتم إدخال عدد من المجففات الكهربائية والحمد لله يعني غيام عدد من الجمعيات كمثال جمعية قوس الحلق في نهر النيل جمعية كنداكات بحوث سوبا عدد من الجمعيات تم الآن تدريب ويغوم المشروع بتمليكنا القدرات الفنية والتدريب وربطهم بالسوق ومشاركتنا في هذا المعرض واحدة من أدوات والوسائل الترويج للمجففات المختلفة حقيقة المشروع يهدف إلى أن تكون كل منتجاتنا السودانية من الخضروات لها غيمة مضافة حتى لا يتم تصديرها أو استخدامها كخام والحمد لله يعني بدأنا في يمكن عندنا أكثر من 12 منتج على رأسنا البصل الخضرة البامية التوم الليمون المانجو عدد من المنتجات التي يمكن تجفيفها بل هناك بعض المحاصيل الأخرى مثل السنمكة بعض الشركات بتصديرها وبتزرعها في الغطاع المروي أيضا يمكن تجفيفها والاستفادة من هذه المجففات المجففات تعمل بطاغة يعني صغيرة لكن هي مستهدف بها صغار المنتجين مستهدف بأنه يكون المنتج عنده المجفف في مزرعته ويعمل والآن نحن بنعمل على عدد من المنتجين بشبكة وتزويدهم بكل الإمكانيات ودخولنا السوق ومجال الصالح تحتضر الإنتاج الحيواني من أهم القضايا التي تشغل الساحة العالمية الآن لأنه حصلت فجوة غزائية في العالم أدت إلى نقصان نصيب الفرد من اللحوم سواكات بيضاء أو حمراء والألبان لذلك لجأ الباحثين في العالم إلى توفير علم أو تخصص يعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة حتى يحصل ملء لي الفجوة الحاصلة ونحن في إدارة تنمية المرأة في قسم الإنتاج الحيواني قمنا ببعض المشاريع التنموية للأسر المتعففة والفقيرة تتمثل في بعض المشاريع لإنتاج الألبان وإنتاج الدواجن نقوم بتمليك بعض الأسر بعض المشاريع الكاملة تحتوي على كل مقاومات المشروع من أكفاص إلى دواجن إلى رعاية ما بعد التسليم وحتى بعد ذلك بنعمل تقارير بتاعت تغييم وتقويم للمشاريع فمنأمل في الفترة الجاية أنه تزيد العددية بتاعت الأسر المستهدفة لأنه نحن قطينا أربعة محليات داخل الولاية فقط بعددية بسيطة جدا ولكن الفكرة محتاجة لبعض الرعاية من الجهات المسؤولة المشروع بيحتاج إلى كادر بشري متخصص وبيحتاج إلى معينات الإنتاج وبيحتاج لدراسة متخصصة لتحديد الفئة المستهدفة حتى أنه المشروع يؤك له داخل كل المحلية بيوجد عدد من المرشدين اللي هما بيكونوا الزراع المساعد بالنسبة لينا داخل الوزارة عن طريقهم بنصل الأسر وعن طريقهم بنحدد الفئات المستهدفة بزيارات ومالاستمارة محددة حتى نحدد أنه الأحوج ثم الأحوج يحصل الفرض والتسليم عندنا بعض النمازج في محلتهم بدأ تمت الاستفادة بصورة كبيرة جدا من المشاريع الصغيرة الممنوحة لهم بحسن أنه بيقوا يقطوا التكلفة بتاعت الغذاء بتاعتهم في داخل البيت دي أول أنه دي من الحياة الضرورية جدا بيقوا مثلا يأكلوا البيض من غير ما يشتروا يعني وبيقوا يستفيدوا من البيض الموجود في التصنيع الغذائي زي عملية الصناعات بتاعت المعجنات ودرد عليه مرباح يعني بالنسبة للمصطلحات عندنا مرض سمير مرض بيسيب الدواجن هو مرض فيروسي المصطلح العلمي له يعني بيعرف أن يكسل من أعراضه أنه بيكون فيه انخفاض في الإنتاج بتاع البيض وطبعا لا يوجد له علاج لكن بيند المضادات الحيوية لكي تخفض من الإصابة به والعدوى بتاعته بتنتغل عن طريق احتكاك الحيوانات مع بعض أو عن طريق التنفس عندنا ثاني أبو دريمات أبو دريمات ده الجدري طبعا وبرضه مرض فيروسي بيسيب الأبقار والأغنام أعراضه انخفاض في الإنتاج بتاع الحليب زيادة في السائل الدمعي بتاع العين نتيجة لإصابة الملتحمة بالإضافة لأنه فيه إفراز زيادة للعاب والعدوى بتاعته بتنتغل للحيوانات الأخرى عن طريق العلف الملوس باللعاب أو القشور بتاعت الأنسج الميت المصاوى تاني عندنا الدريش طبعا ده العلف الأخضر المجفف يعني أي أن كان نوعه بيرسيم سيجان بتاعت جميع كل أنواع العلف الأخضر المجفف بتسمى دريش في المجال بتاع الزراعة المنزلية إرشاداتنا للأسر إنها عندها خلفية بتاع الزراعة المنزلية كويسة يعني إن شاء الله بيكون بساعدة المزارع الماء عندهم خلفية للزراعة بالصورة الكويسة عندنا مراكز بتاع تيرشاد زراعي موجودة في كل المناطب في مرشد زراعي موجود مستمر بإذن الله فكل إمرأة أو كل إنسان رائرق في أسر الزراع بعض الإرشادات يجي إلى المرشد الزراعي في المنطقة أول حاجة يهتم بها بصورة كويسة نحن ربطت أسر ديل في زراعة المنزلية استفيدا منها رسالتنا لأنه يعزقوا الأرض بصورة كويسة يستفيدوا منها شيلوا النجيلة يكمتروها ينظفها بصورة كويسة في بعض المحاصيل أو بعض النباتات يحتاج إلى سرابات يحتاج إلى مساطب في محتاج إلى أحواط بيدوها المعلومة بصورة كافية وجميلة جدا فنرجو منهم أن يتصلوا بالمرشد أو المرشدة الزراعية الموجودة في المركز لديهم كل الرسائل أو كل المطلوبات الممكن تعيينهم في الزراعة والناس ما يفكرون دائما ويرشاداتنا للمرأة في الريف أو في المنازل إنها ما تعتمد على زي المزارعين يعتمد على الأسمدة الكيموية والمبيدات اللي يمكن إشتراها من السوق عشان يرش بها ففيه يمكن شغول عضوي يمكن يكون بالزبالة الذين يخمروها يضيفوها بعد ذلك لو في نواقص إن شاء الله هنا برضو نفس العملية مقافحة الآفات يمكن لو مساحات صغيرة وضعيفة فهم يحتاج لأنه يجب لنا مبيدات وعشان نكافح بها الآفات ففيه بعض العمليات الفلاحية الكويسة الجليل السماء الكويسة الممكن تقلل الكمية بتاعت الآفات وبس ذول يتصل بالمرشد الزراعي الموجود في المنطقة فنتمنى أن الناس يهتموا بالحاجات الدقيقة البسيطة دي إنه يعني مع كل الشغلانية إنها إلا مبيدات وأسمدة وحاجات فيه حاجات بسيطة إن شاء الله لو الناس تعاملوا معا بصورة كويسة اجتدي نتيجة كويسة ترجمة نانسي قنقر وأثرها في تنمية المرأة والنهوض بالاقتصاد الزراعي حتى جديد اللقاء تحياتي لكم وفرق العمل في أمان الله